وأحد العصوة يستنكر فيقول أين نتعلم هذه الغيرة وجميع المتعلمين في المدارس إلا ما شاء الله تاركين هذه الغيرة وما رأي المسلمين وخاصة العلماء في الإعلانات الضخمة عن التدخين في الصحب السعودية وغيرها وما رأي المشايخ في السكوت عن تكشف النساء الخوارج أن نسكد على ذلك هذا لا يجب يأس ولا ينبغي العذب أن يأس أو يدع الإنكار بحجة أنها لقى كهف النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الواجب في كل الزمان لس في زمانه فقط فقال عليه الصلاة والسلام أم منكم موكرى فلغيه بيده فإلا مستقبه باللسان فإلا استقبه بقلبه ذلك أضعف الإيمان وهذا عام لقبل الرابع عشر وقبل الخامس عشر وما يأتي بعدها وما قبلها وقال عليه الصلاة والسلام ما بعث الله من النبي في أمة قبلي إلا كان لهم من أمة حواليون وأصحاب يخضوا بسنته ويخصدوا بأمره ثم إنها ثخله من بعد خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده هو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه هو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه هو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردة فلا ينبغي اليأس للمؤمن ولا يطالب العلم من ينكر المنكرات ولو كثرت بأي مكان كانت فقراء والأنصار ولو باعها الناس ولو اشتراها الناس ولو ولنا عنها ويدعو يولاة الأمور بالتوفيق والهداية ويناصحوا إخوانا ليصدعوا نصحتهم وينكروا ما رأى من المنكر ولا يأس ولا يثبت الناس عن إن كان المنكرات بل يشجع على إن كانوا منكر حتى يقل وحتى يكثروا منكرون فليأس داء العضان اليأس داء العضان يميث الغيرة ويكثر منكرات ويميث القدوم فلا ينضغي لهذه اليأس وأما الدخان فقد تريده الناس من زمن طويل ومضارهم لا تحصى ولكن حب الهوى يعمل ويصنن سوى الله العالم فالإنسان يحيق يفسه بالدخان ومع هذا لا يرى أنه فعل شيئا يتلف بالا ويضر دينه ويضر صحته ويضر سمعته ومع ذلك لا يرىه فعل شيئا لأنه قد تري بهذا الأمر وغلب عليه والإعادة بالله حبه واعتياده حتى صار لا يحس بمضاره ولا بما فيه من الشر فالواجب إنكار والعلماء لم يزالوا ناصحون ولاة الأمور في إزالة المنكرات والقضاء عليها وفي سأتي بمن يقوم بها ومن يفعلها ولسأو الله لهم من هداية والتوفير وصلاح النية والعمل ولسأو الله العلماء التبات على الحق والمزيد من الغيرة لله وإنكار المنكرات ومناخع لولاك الأمور ونسأل الله لولاك الأمور الهداية والتوفير وخياب ما يجب عليهم من إنكار المنكر ومن ملعه في الصحابة والإذاعة وغير ذلك والله مستحن